جلسة مهمة في مجلس النواب جلسة دي فجأة مجلس النواب خلاص النهاردة تصالوا خلاص فجأة بكرة في جلسة هامة جلسة الغد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأنه في 16 طلب إحاطة مقدمين للرئيس الوزراء هنعمل ايه في مواجهة المخطط الشرير اللي هو محاولات زعزعة أمن واستقرار مصر محاولات الدفع بالشعب الفلسطيني إلى سيناء محاولات وضغوط إسرائيلية صهيونية بإبادة للشعب الفلسطيني ضرب المستشفيات إبادة كاملة عشان الضغط الشعب الفلسطيني في الآخر مش هلقى نفسه ما عندوش حل يا البحر يا سيناء تاني نتنياهو خطته كده ما بقولش ده النهاردة بنقول ده مبكرا من يوم سبعة أكتوبر مخطط نتنياهو مستمر لم يتوقف لو كان توقف كان سمع نداءات مجلس الأمن بيطلع قرار ولكنه موجود جميع الأمن طلع قرار ولكنها موجودة العالم كله بتكلم ولا حد موجود ولا بيسمع نداء لأي حد خالص عايز حدف واحد الناس دي اللي أرضهم المحتلة أنا همشيهم ووديهم مصر ويروح أي مكان ويسيبوا أرضهم للاحتلال ده المخطط إحنا تساعدين إزاي إيه الإجراءات بتاعتنا أوريكوا أعداد من اللي هم زي ما قدام حضرات تشوف كده قبل ما أخذ ساتناء مصطفى بكر وعدد كبير من سادة النواب يكونوا معنا أوريكوا الأعداد اللي هم بيشتغلوا عليها وبرهنوا عليها النهاردة موجود في جنوب غزة مليون وسبعمائة ألف قدامك هو دي الناس اللي بدأوا تهجيرهم من الشمال كلهم دلوقتي في الجنوب بنتكلم على محافظتين خان يونس ورفح دول المحافظتين اللي باقيين نتنياهو بيشتغل دلوقتي على سياسة الأرض المحروقة عشان المخطط بتاعه الشرير تمرير هذا المخطط وإجبار بشكل واضح الفلسطينيين إنهم يتركوا بلدهم ويسيبوا أرضهم ويروحوا فين ييجوا مصر يروحوا فين يروحوا سيناء دمر منازلهم وقتلهم وإبادة جماعية شغالة نتنياهو عايز غزة تكون غير قابلة للحياة ده اللي بيعمل نتنياهو دلوقتي من أول يوم سبعة أكتوبر غير قابلة حالة مش النهاردة لمدة عشرين تلاتين اربعين سنة وبالتالي الشعب الفلسطيني مش هلاق نفسه إلا يدفع بيهم إلى مصر سيناء مصطفى بكر أولا مساء الخير ماذا عن جلسة